السلام عليكم مشاركة ومشاء الله كامل تكونوا بخير مرحبا بكم في قناة صارح الناش تبدل لكم كما لكم تشوفوا قلوب هادوما بزاف شابين تحليات تقدروا تديروها في رمضان تحليات منعيشة راح تعجبكم صدقوني بزاف بنينة جي خفيفة قد ما نقول لكم خفيفة قليل والاغر اللي مديت لهم منها كامل قاعدين يشكروني فيها ويعودوا وتخرج لكم كمية كبيرة نحتاجوا في الوصفة تعنا ريتلا تعال الحليب يعني مكونات ماشي بزاف غاليين نحتاجوا 140 جرام الميزينة نحتاجوا 180 جرام السكر نحتاجوا فانيليا تقدروا تستغنوا عليها بسكو ديجا راح نديرو لمارغارين اوبلين فيها ديجا لفاني سينو تقدروا تديروها كشوية برك انا من المستحسن تستعملوا في الكريمة هدي مارغارين اوبلين باش ميجيش فيها اريرغو باش تجيكم بنينة وخفيفة كي ما ليدرتها انا يا اهي متواجدة في كامل الاسواق اصلا لاكولوغ تحا بيضة تسمى الكريمة تاعكم راح تجيكم بيضة وكي تزيدو لها البخاليني بيستاش وكي تزيدو لها حاجة وحد اخرى ما راح يتغير اللون تحا كي ما بايزون كي تكون بيضة كي تلونوها بالاخضر راح يجي اخضر باين فهمتوني مشي كي ما كي تكون صفرة وكديرو لها الغوج ما عشي يجي سومو راح يجي غاز كما كم تشوفو خلط بارد في بارد انا راح بدت البرك الكسر هنا هادا مكان بسكو كان شوية ديقة كما كم تشوفو خلط بارك الميزينة والسكر والحليب هاد الكريمة كريمة موسلين كدرت هاكم ديجا من قبل جي بزف خفيفة القوام تحا خفيفة في لسانكم لقود تحا بزف بنين ما فيهاش البيض كما لكم تشوفو جي اكثر من رائعة نقص فيها السكر باسكو عليش راح نضيف لها بخاليني وراح نضيف لها تاني لابات دو فوي تماما نشحبتها تحذية تعيد جي بزف حلوة كي ما كم تشوفو خلط بارد في بارد وضعتها على النار حتى اه تعقد نعود لكم درناري تلعتها الحليب مع السكر والميزينة خلطهم هاك على النار حتى يتقالوا ومبعدتيك نروح نحطهم فوق صحن باش تبرد لي غاب يدمون باش نجي نضربها بالزبدة اي تقالت كي ما كم تشوفو هاي ليك تحليات كده تخرج لكم كمية كبيرة لازم تغطيها بابي فيلم اون كونتاكت تخرج لكم كمية كبيرة هادي مليحة ولو كان تكون عندكم مناسبة فيها يعني الغاشي يجيكم بزف الغاشي احسن تحليه راح تعجب ضيافك هي هادي قد تخرج لكم خمسين حباء كاباب تخرج لكم كتر يلا كانوا يغيرين بتاعكم صغر كما كم تشوفو مرما بردت قاعدت لي واحد ساعة باش بردت لي الكريمة هكا تحصلت عليها هكا كما كم تشوفو احنا اخد نصب باطا يعني ميتين وخمسين قرام مارغارين اوبلين نقطحها صغير ونبدأ نضرب فيها سواء بالباطا ولا بالبيتخان بارك اللي اخدمتو بالبيتخان مرة على مرة يعني طلعو هاداك اللي يكون ملتحتها باسكو علاش دفوال الفوي ما تلحقش للقاع تاع البيتخان وحنا ما دابينا تخلط مليح الزبدة مع الكريمة قلنا ناخدو ميتين وخمسين قرام مارغارين اوبلين جا تشموها في عرحة لعفاني تهبل والقاوام تحت ريكي ما راكم تشوفو انا مدرتاش في الفريجيدر حذاري ثم حذاري تدخلوها في الفريجيدر لازم تجبدوها مينيموم زو سواء من قبل انا مدرتاش مفوا في الفريجيدر بصو دجار انا في فصل الشتاء نسبق قبل نخلط مليح الزبدة وليلي قاوام تحت كريمي باش نبدأ نضيف في المارغارين ملعاني متوقفش خليتكم تشوفو اي الضور بركا يتضرب تقدروا تخدموه بالباتر انا موفا نخدم بالباتر بعد هنا نبدأ نضيفه بالشوية في المارغارين تاعي وانا نخلط حتى نخلص الكمية على المارغارين وانتحصلوا على كريمات تكون خفيفة يبانوا فيها هكا فقاعات يعني خفيفة ولاتلي خفيفة دخلها لهوة ما راح شقع تحسوا باللي هاتي كريمة الزبدة ونتحداكم لو كان تخدموها هكا بمارغارين هاتي وتحسوا فيها القطع الزبدة نتحداكم قلت لكم مديتها الجيراني ولا غير قالوا لي كابل بنينا هاتي التحلية اللي خدمتيها التحلية رمضانية منعيشة رائعة تقدروا احتدروها في سين فالانتين ولا كشو احتدرها الراجلها في عيد الزواج عندي هكا لابات دوفوية تحتاجوا هكا يا بلارة ويقعد لكم منها يعني ماشي ماشي هتستحملوها كامل وعندي 300 كرام براليني بيستاش كما تعرفوا البيستاش يمشي مع الفرامبواز ويمشي مع الفخاز هنا عندي كاست على الماء بما بارد عادي درت له مغرفة كبيرة ونصف تعل لابات دفروي وحطيتهم يغليوا على النار وما دعوت خليتهم يبردوا هاتي السرول اللي راح نغمسوا فيه لبودواغ باش ما ناكلوش غلا كرام لازم ناكلو بيسكويت هاي الكريمة تاعي بعد ما طلعت راح نقسمها على ثنين واحدة راح ندرها بخاليني وهذا الميلانج تعال بخاليني والفراز جاء روعة شوفوا الكريمة ديش هالتوليشة بها هاد الكريمة تقدروا يدروا بيها حتى تجربوها واردعوا لي بالخبرة المدابية تقولولي اذا عجبتكم دكتو فاللون التحشح اللي ولي شباب وجو فيها نقاطي هكا تاب خاليني نخلطها جست ما نكترش تخلط غير يمتازجوا هاد المكوناين معها بعد سيبوا شوفوا هاتولي خضراء شابة ذاقب فيستاش ومبعد نحكم هاديك الكريمة الاخرى انا روح ندرها لابوريت فروي فروي يار درت واحد تزوج مغار فكبارها كاك حتى تولي ندروا دوقو ساتي بنتو ما كيفاش حبيدوها ومدروا هاش بزاف فونسي حامقة بزاف بس وديجا راح ندروا طبقها من فوق شوية ثم ما تكتروش بزاف هنايا في هاد المرحلة تقدرو تديرو تعفهم بعض ولا تديرو اي قوحد اخر عندي هاد الفيغين اللي خرجو جدد كما كم تشوفو قلب بزاف شابين بزاف كيوت ما يرفتوش بزاف بزاف يعني هما كبار كي تشوف هما كتقولو كبار يرفتو بزاف ينالمو هما ما يرفتوش بزاف بش يكون في علمكم فاسكو علاش هاداك القلب هاداك الحفة ماشي مكمله حتى الفوق كامل سما اللي فيغينتاكو ما يرفضوش بزاف ابره اللي عمرتوهم كامل الكريمة تقيلة يعني تقدرو تحمروهم حتى الفوم نعمل هكا ندير طبقة من تال بخاليني وبعد نزيد ندير في وسطهم اللي بيسكوي هاداك دوكس هاداك تحبو تديرو ريبودو وغت تحبو ديرو بيسكوي قاطو كي ما حبيته المهم ما تاكلوش غلاك هامديرو حاجة في الوسط كي ما حبيته انا فضلت ندير اللي بودوار وجاو بزاف هايلين ننصحكم ناصيحة ما تشربوهم مش بزاف حتيت لقو روح ديهم خلوهم شوية شايدين روح ديهم شغلو غت تصوي عدو اخرجوا حكا كما هانا ندير انا وصيبو نكملو كامل كيف كيف عندي فريزة من قطعة هو وقت الفريز دوكا قطعتها قطعت لتحبات ببرك هادا ما كان ودرت هوم معلول كنت نقدرت بزاف مع الول و بعد ذلك لقيت بالله ما خليش بزاف فلاصة للكريمة. انا اغنقص الكمية على الفرز هادا الكوبة. سمدت غير شوية. انا برعان يعني نبهن فيها كاملة كوتي. باش يجيش باب عند التقديم هادا مكان. وبعد نزيد ونضروا طبقة واحد اخرى من الكريمة اللي كنا زدنا لها للفرز. اللي زدنا لها قطل لكم لا بيوريت فروي. حنان نخدم بالعاني برا ننطي باش تشوفوا تفهموا. يعني حاجة بسيط عطفل صغر يقدر يديرها والبنة تحق قراب هايلا. انا قد كوم رمضانية بس كو والله غير هاد تحلية منعيشة وحنا فيك نكون نصايمين نحبو ناكلو حاجة فراش. نحكمو سباة شوين اللي سيوها بهات الطريقة ده نوريلكم للكوتي. شغط ليسي وللكوتي مشي للفوق. ولد لستو شوية نرمان مسحوها بالبابي والله. ديجا كاراكو حديرو الفاكامة تبانيش كامل. لي بيغين تانات الفراز ثم ما مدا بينا شبحوها بالفراز ولا بلي فخوه يغوج. انا كاي اللي غلصوا لي مسحتهم بالبابي قلت لكم بالليه نور ما عادي تمسحو بالبابي لا توسخو ولا تقدرو تكملوها حتى الفوق كي ما حكا كي ما حبيتو. ترطب قرقيقة على تاني. بالفوق. باش تجيك شغل شوفوا هادي تاني جا الشكل تحب زف شباب تقدرو تديروها بها الطريقة. انا زينت بليف خوه يغوج كنت جبتهم عندي السبالة فروي. السبالة فروي يعني الغيبالك نمبر وعن عندو توجو ليف خوه يمشي في وقتهم بالنسبة للناس المتوحمد. تلقاوا عندو كامل الفواكه. شريط القروزي كما كم تشوفو هاد العناقد. نعضوهم القروزي. وشريط الفرنبواز. وكانت عندي تاني الفريزة زدرتها معاهم. حاوليك انا خسلتهم ونشفتهم باش تيت نديكوري بيهم. هاد العناقد بلا كوي طيحو لكم بس كتمتم شغل يطيحو من هداك الحبيبات يطيحو من عنقود. حاوليك الفرنبواز يفجح الشباب يعني الحباحك ما روحها مشيطرية ولا شابة. نخليكم الرقم التاعو في صندوق الوصف الضغط على عنوان الفيديو يخرجكم آآ صندوق الوصف يعني يخرجكم كامل المعلومات راح نخليكم رقم الهاتف تح السبالة فروي ولا ديرو في جي بي اس السبالة فروي يديكم احتابة بالمحل تعوه وعندو خدمة توسيل احتابة بالدارانة يعني يبعد لي للدار. يعني شقاش احتلتمه. تزيين يبقى اختياري. حتى الفخيز عند هالو شاق متاحة. لو كتشوفو كنتي لاحبات على الفخيز كيفاش تعطيه من ضرباهي. احنا عندي العجولين على العجولي توجه نزيد لها قسبوشون تعال ما. ونحتعها فق النار تسخن شوية. انا هكا نديكوري. نضير بيانسور لي غان تاوي. ونغطى صديق الحبة فريزة كومبلي في العجولي باش يجي كامل تبرية. مشي جيها تبرية جيها للا. بهات الطريقة. درجة اللي هي الناباج اللي يتبع عند الوازم الحلويات. ونزيدنا نديكوري بحبا فخون بواز ولي فيغين تعيرا هم وجدين. لي فيغين هادولو كنتحطوهم للخطابة بعدكم ما تزيدوا فوقهم بزف بنان وبزف خفاف. والشكل التحوم اه جميل. وصلنا نهاية الفيديو. انشاء الله يكون عجبكم الفيديو. انشاء الله تاعي اللي بيغين تاعي يشوفوه مش حلجة وشابين. نقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.